جهود العرب دائما والأردن تحديدا ومصر دائما يؤكدوا على ضرورة حل القضية الفلسطينية هناك كما ذكرت عواصم صنع القرار يجب أن نتشابك معها أيضا من أجل أن يكون هناك حلول للقضية الفلسطينية من دون ضغط دولي على إسرائيل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستند إلى قرارات الشرعية الدولية والقرارات الدولية الصادرة المجلس الأمن الدولي أو الأمم المتحدة بشكل عام أنا أعتقد لن يكون حلا مرضيا للشعب الفلسطيني ولا للشعوب العربية ولا للحكومات العربية الأزمات كثيرة في الوطن العربي زي ما حضرتك قلت وده للأسف شديد وتشتعل والأحداث أسبوع بعد أسبوع بنشوف في الأحداث ملتهبة متوترة في كثير من الدول العربية بالانتقال لسوريا حضرتك بتشوف الوضع هناك إزاي وكمان وجهة نظر الجانب المصري والأردني تجاه القضية السورية نحن يمكن الموقف الأردني في هذا الموضوع بالذات منذ بداية الأزمة السورية ومنذ بداية حالة العنف في سوريا كان يركز على الحل السياسي ونعتقد جازمين أنه لا يوجد حل إلى الحل السياسي في سوريا وهذا يتشارك معنا فيه جمهورية مصر العربية في هذا الجانب ونحن كدولة حدودية أيضا كما تعلمين مع سوريا نتأثر بما يجري في كل الدول العربية وخاصة الدول المجاورة لنا ونتمنى أن يكون هناك حلا يعني يعيد سوريا لها الاستقرار ومزيد من الأمن طبعا للشعب السوري إن شاء الله نتمنى لها ذلك ولجميع الدول العربية أيضا أكيد وللأسف أنه قائمة طويلة في الدول العربية ننتقل لليبيا كمان الوضع متأزم في ليبيا الأوضاع للأسف الشديد يعني ليس كما نتمنى هناك سرعات وهناك أزمات وهناك للأسف الشديد أن هذه ماء عربية بالآخر التي هي المكلفة جدا أكثر من موضوع البنى التحتية وغير ذلك أنا أعتقد أنه اليوم الخاسر هو العرب والتكلفة هي عربية وكل الدمار هو في الدول العربية وخاصة أنا أعتقد الموضوع أنه هو الأرواح التي تزهق في وهي أرواح عربية تزهق في هذه الأزمات نتمنى لكل دولنا العربية أن تعود الحكمة لهم وأن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة العربية بشكل عام لأنه هذا جزء مهم من الاستقرار في العربي والاستقرار في الوطن العربي والأمن بشكل عام حتى في الشرق الأوسط وفي العالم صحيح صحيح كمان العراق العراق الأحداث متصادة فيها والكثير من أبناء الشعب العراقي مقيمين وبيعيشوا بيستثمروا في الأردن هل ممكن تؤثر أحداث العراق على أي شيء في الأردن أو هل بتتأثروا حضرتكم ولا لا؟ طبعا العراق دولة شقيقة ودولة حدودية أيضا ما يصيب العراق يصيبنا أيضا ونتمنى دائما السلامة للعراق والاستقرار للعراق لدينا جالية عراقية بالأردن أيضا ونحن طبعا اتباطنا كبير بالعراق ونتمنى الاستقرار والأمن لهم ونتمنى لكل الدول العربية أنا أعتقد أنه التأثير هو التأثير على كل الروح المعنوية العربية بشكل عام يعني ما يصيب أي دولة عربية هو يصيب يصيبنا جميعا وما يؤثر على أي دولة عربية يؤثر علينا جميعا أيضا صحيح أوجه التعاون بين مصر والأردن في الجانب العسكري ممكن تحدثنا من القرارة ترجمة نانسي قنقر